السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسأكم ورد وفل وياسمين أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الجمعة آخر أيام الأسبوع الجمعة الموافق 26 أغسطس 2016 من الميلاد طيب النهاردة عندنا حلقة ثرية نرغم إن إحنا في عطلة نهاية الأسبوع المفروض إنها عطلة بس إحنا ما بنعطلش الحمد لله عندنا حلقة ثرية فيها حوارات مهمة في حوار ثاري حوالين الدستور المصري وفي قبله كمان حوار ربما أكثر ثراءا مع معالي وزير الأوقاف حوالين كل الأمور والملفات اللي عاملة لغط في الأونة الأخيرة حوالين تجديد الخطاب الديني وموضوع مسؤولية وزارة الأوقاف عن المساجد وفواتير الكهرباء والمياة بتاعة المساجد أضيف إلى ذلك الأزمة اللي كانت ما بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر حول الخطاب أو الخطبة الموحدة المكتوبة أشياء كثيرة جدا نحن نقشها مع وزير الأوقاف لكن قبلهم خلونا نشوف التطورات المهمة ومن التطورات المهمة العنوان اللي أنا قلت لحضراتكم فيه المقدمة المتعلق ببيان وزارة الخارجية المصرية إنها بترحب بالتصريحات الأمريكية اللي صدرت خلال يومين اللي فاتوا حوالين برنامج إصلاح الاقتصاد المصري والحقيقة العنوان ده في حد ذاته بيحمل كذا إشارة خلونا نقف عندها كده علشان نحدد الأمور ونحدد طبيعة التعامل الرسمي لوزارة الخارجية وللدولة في الفترة اللي جاي أنا فكرة الترحيب دي ما ببقاش فهمها قوي يعني بس طبعا أكيد المصطلحات الدبلوماسية والمعاملات الدبلوماسية أنا جاهل بيها وهم دبلوماسيين أفقه مني وأخبر مني بيها لكن أنا مش حابب فكرة إن إحنا طول الوقت نبقى بنتنشأ أنا بكلمكم كلام بالبلدي ووش كده مش حابب إن إحنا نبقى بنتنشأ على الرضا الأمريكي واخدين بالكم من الكلام يعني بطول الوقت مستنيين كلمة رضا ابتسامة رضا تصريح رضا من السيد الأمريكي أنا في رأيي أن السيد الأمريكي ده عهد ولا وفاة وإن شاء الله مش حركة كان عهد كان في مصر تابع لأمريكا سياسيا على الأقل لم تكن محتلة عسكرية لكن كنا محتلين سياسيا من أمريكا متهيأل بعد الثورتين وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو خلصت هذه التبعية تماما والمفروض أن العلاقة مع مصر ما بين مصر وأمريكا وما بين مصر وكل دول العالم تكون علاقة الند بالند سلم ننضيف أسلمك نضيف كلام محترم وواضح ففكرة أن أنا أبقى مستني بس أن الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض الأمريكي يقول والله إحنا مبسطين من الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتغيير منظومة الدعم ومش عارف إيه فنسارع إحنا بتصدير بيان من الخارجية المصرية نقول إحنا مرحبين قوي ومبسطين قوي بالتصريحات بتاعت أمريكا أنا مع كامل احترامي للمعاملات الدبلوماسية ومع كامل احترامي للأعراف البروتوكولية الرسمية الدبلوماسية الخارجية لا الحقيقة أنا كمصر لنا فرحان قوي بالتصريحات الأمريكية ولنا متدايق منها أنا في رأيي أنها لا تعنيني في رأيي أنها لا تعنيني زي ما بيطلع بعض التقارير وزي ما بيطلع بعض التصريحات وبعض ما بيطلع بعض السخافات اللي بتدهيئنا وبنطلع نرده نقول لأ وده تدخل وده عدم فهم للشأن الداخلي ونقعد نتشألب كمان لما يقولوا كلام حلو هذا يعنيهم وخدوا بالكو سواء كلامهم الحلو أو كلامهم الوحش سياسة أمريكا ثابتة لا تتغير ممكن يقول لك كلام حلو وبنرحب بسياس الاقتصاد والمؤامرات الأمريكية شغالة لضرب الاقتصاد المصري أو لضرب الاستقرار في مصر أو لدعم الإرهاب في مصر ده شيء وده شيء فبالتالي المسكات اللي بتتحط على وجه الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية يجب أن لا تخدعني أنا لا هرحب بتصريحات حلوة ولا هستأمن تصريحات وحشة تصريحاتكم تعنيكم وشأني يعنيني لو أنا شايف نحن بنعمل إجراءات صح نكمل فيها حتى ولو لم ننل الرضا الأمريكي لكن في النهاية القصة كمان بتاعت الإصلاح الاقتصادي دي فيها نقطتين لها علاقة باقتراحين ملناش دعا بأمريكا بقى خلاص دعا أمريكا لربها فيها اقتراحين اقتراح سمعته امبارح أو النهاردة من اللواء عاطفي عقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وهذا الرجل صديقي الحقيقة وانا بحترمه وعمل شغل كويس قوي في موضوع حماية المستهلك وبيحاول ان هو يجيب حق المستهلكين واي حد بيبلغ او بيشتكل حماية المستهلك على سلعة او شركة او محل غشه او داره بضعه مش عارف ايه بيجيب له حقه او على الاقل بيحاول يعمل ده لكن الاقتراح اللي قاله عاطفي عقوب الحقيقة اقتراح غريب اللي هو عاطفي عقوب بيقترح على الحكومة انها ترجع التعامل الرسمي باللمؤاخذة القرش فلما سوء البقلية سيادة اللي هو عايز ترجع التعامل الرسمي بالقرش قالك ده حيساهم فيه تخفيض الاسعار فانا بقول له عرصتي مش فاهم هو قصده قرش القرش القرش بتاع الجنيه ولا قرش تانيه اذا كان الجنيه يا سيادة اللي هو دلوقتي مالوش قيمة يعني مفيش حاجة تقدر تشتريها دلوقتي بجنيه يقول لي ايه اللي بتشتريه بجنيه ده انت لو وديت جنيه للمنادي اللي بيركن لك عربيتك حيبص كده وقم رميه تاني في وشك مش في وش حضرتك يعني اصلي في وش اللي حيديله الجنيه في وشنا ففكرة ان الجنيه اساسا دلوقتي قمته تقريبا معدومة قدام الغلاء الفضيع في الاسعار والعملات الاجنبية اليورو والدولار والين ومش عارف ايه فبالتالي الجنيه نفسه ما انت لوش تشتري بي حاجة فايه اللي هترجع تشتري بالقرش فرضا هب زي ما القضاء كده بيقوله في الاحكام هب هب يعني افترض جدلا ان الحكومة قررت بكرا انه خلاص القرش بقى فيه تعامل رسمي ايه اللي حيغير هتلاقي الجزار بدل ما بيبيع كله اللحمة بمتين جنيه هيبيعهم مثلا بايه باربعة مليون قرش يعني مش فاهم الفكرة مش فاهم اللقطة لكن في النهاية اقتراح اللي هو عاطف يحطنا قدام المراية ان احنا فعلا نبقى عارفين انه عملتنا محتاجة زقة محتاجة نفخة بس مش بالقرش الجنيه نفسه محتاج انه يوقف على رجله يوقف على رجله بانتاج بس ننتج فيبقى اللي جملة عملة بتاعتنا لها قيمة طول ما احنا شعب لا ينتج هنبقى شعب بلا عملة لها قيمة قولا واحد الاقتراح التاني في ثانية اقتراح له علاقة بالعبد الفقير الى الله وهو اقتراح اهديه وده برضو مش عايز انزل بالفضل النفسي ده واحد من اصدقائي هو الهولي وانا شفت انه يبقى اقتراح رائع للحكومة المصرية وللبنك المركزي المصري تحديدا احنا عندنا مشكلة في التعامل بالدولار والحكومة دلوقتي بتتعقب وبتابع الشركات الصرافة اللي بتتعامل بالدولار بغير القانون وبتتلاعب ومش عارف ايه وكذا تمام يبقى فاضل انه يبقى فيه تعامل رسمي ما بيني وما بين البنك بالدولار اي حد فينا بيروح البنك يقول له عايز دولار البنك يقول له ما عنديش ما فيش ما تلاقيش ما كانش يتعز طيب ممكن اقول اقتراح في ثانية للسادة مجلس ادارة البنك المركزي وللسيد المحترى محافظة البنك المركزي انا دلوقتي بكرة إلا لما يكون سبق ودى عملة للبنك دا حيعمل ايه دا حيعمل حالة تداول البنك مش عايز اخلي الكرة في ملعبه الاول اقول الديني وبعدين انا اديك لا انا اللي هاعطي البنوك عملة هقول له خد الالف دولار دول خد الالف يورو دول خد الخمسمائة ريال دول حطهم في حسابي او بدلهم لي بدلهم لي حتى بالسعر الرسمي يعني خد الالف دولار دول بدل ما تديني 12 جنيه وشوية زي ما في السوداء بيحصل لا اديني 8888 جنيه ماشي انا موافق خلاص انا خده اخسر التلاتة جنيه وشوية دول بتوع السوداء ماشي بس كمان شهر لما اتزني سواء انا مسافر برا ولا عندي توريد لشحنة وانا عندي شركة استراد او حتى الناس اللي ولادهم في المدارس الاجنبية وبيحاولوا يدوروا على الدولار او 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 لما روح البنك واقول له اديني 1000 دولار عشان ادفع مصاريف بنتي او عشان مسافر برا البلاد او عندي شحنة او كذا هيقول لي وريني الوصلة هل انت وردت قبل كده دولار اقول له ايوا انا من شهر ودي الوصلة هو بتاع البنك وردت لك 1000 دولار عايز 1000 دولار يدهم لي بالسعر البنك المركزي هنا هيحصل تداول وحيحصل ثقة مني فان انا قدي البنك لان انا عارف ان هو بعد كده حيرجع لي بالوصل بالسند وصل كده بالختم ان انت في يوم كذا سلمت 5000 ريال في حسابك او صرفت حولت 5000 ريال فيبقى السند ده سند ثقة بيني وبين البنك هل ده ممكن يحصل انا في رأيي وانا مش خبير مصرفي ان ده ممكن يعمل حالة ثقة وحالة تداول كبيرة في العملات الاجنبية ما بين المستهلك المواطن وما بين البنك ايا كان البنك فكروا فيها ويا رب تلاقي الهوى وتبقى مفيدة ان شاء الله مع 10% في مصلحة الاقتصاد والحالة المصرفية في مصر كل ده ده والله ده عمل للجينيب نحاول ان يوطله قبلة الحياة بدل ما هو في غرفة الانعاش كده